كانت تريد كثيرا يعني كثيرا أعطيتها الورثة لورثة من الأب كانت واحدة إنسانة مخلصة خصوصا لم تسمع رأسها هكرا صافي قالت توقيت حول الأفكار خصوصا هو كان يتبع الأم دياله كانت سيطلق نشينار فبدأت تعملوا واحدة معاملة فوق الطاقة دياله تغسل رجليه تغسل رجليه وبالتالي الأمور هذا السيد كان في حق الله كان واحد الإنسان الذي يعملها مزيان وقال شوف أبدا الناس أنا بغيتك أبشتولدي لأنا بغيتك يعني انتية ولكن كان عنده واحد الأم واحد الأخت دياله والذي تدخلوا فيه والذي تدخلوا فيه بدأوا يقولوا له ما المراتك؟ هذه تدخلت ثلاث سنين لم يحملت أبدا وقربت نموت وبغيت أن نرى أبدا تدخلوا في هذه الأقاويل وأنتم معكم تعرفين الأزواج لا يمكن أن يكون حياة السائدة لا يمكن أن يعيشون في أحد الفرحارة ضروري إبداعوا يتدخلوا فيه ويشفت صالح وهذا مسألة عادية لأن يقبلوا فيه لذي تدخلوا أزواج فهو من يتدخل معها يبقي أن يضع حضرات المؤتسين في أخته في دماغه حيث هو يردها للطبيب وقال له الطبيب بالليات السيدة تبعها الدواء وان شاء الله يعني ما يكون غال خير حيث تقرب توصل يعني النمو ديال البوايدة وما تكملش هذا هو المشكل اللي عنده هذا السيد هذا كيفما قلت كان يدبز مع الزوجة دياله كان يمشي عند أمه وهنا يعني حسب تصريحات الجيران هنا يشارج الأم والأخت او بعض المرات يهز حيث لم يكن جمعا يهبط عند أمه ويأكل الكسكسو يتبقى الأخرى تطلع على الهضراء والأخرى تديرها في قلبها حيث كان اللي تتقبل الضحك ويقول لأولي دي المرات تتقلق رك عارفنا يا ولدي انا غا ضحكي كل إنسان مثلا وش هتشوفه الضحك وانت يا عاقرة لما تولدنا ما نحن يبغينا ركض الهضراء تقيسها كان الإنسان ليس يديرها في هضرة ولكن هذا الإنسان العاقل في الهضراء لا تشاري خضراء برأس يقول لي بغيته ولكن كان الإنسان يتقرس حاليا ترى الهضراء بغيته وانت تلقى وانت تنشر خبار بالرغبة وانت لا يزوجتها وانت تستغلها وانت أرى الهضراء وانت أرى الهضراء وانت تسيف عليها وانت تتبعين الكرام وانت أرى الهضراء وانت تقول لي هذا هو الرجل وانت أرى الهضراء ولكن هذا هو علامي صافي تقلب عليك السيد انت برأسك تفاجئ وانت أرى الهضراء فعلان السيدة السيدة كيفما يقول لكم كنت عيشة معه بحيات سيدة نهار اكتشفت أو نهار قل لها الطبيب باللي ما تقدشت ولدي حناية تغييرت الحياة وبهذا المرس كذبكي ومنه يدخلوه من الخدمة وكيف يتعنقه وقد أخبروا لم تكنها وقال لي قال لي هذا هو هذا كان سناية كيفما قلت لكم هذا المصطر كان تحلو يعني كان يحسب فراثه وهو الكائن وهذا وقال ربما السيدة ونحن عاملة أي معاملة وانت بقى راسقافية وانت السيدة تحبني وانت بقى وانت تولد ارانت صغلة فانت بقى يعني عاملة معاملة خائبة يعني كبير يعني كيفما نقول ودمه سوى تقنص فيه والله ما لقى الغدارك عارفة ما لقى الغدارك وانت اصلاً لماذا لا تقول ليش مهلاك هي تقول هذا الموضوع شده سلينة سلينة هو يلعب لها الأعصاب تبكيه وتشدع لها الباب ويبقى يطق عليه يقول له سمحي ليه سمحي ليه يعني هو أو فيه مرض فيما يدخل يبقى يحضر معها ويبقى ومن بعد يقول له سمحي ليه يعني كان النوع هذا الرجال دائما يبهد لك تبهد ويقول لك شي بس ما كاين ويقول لك سمحي ليه كيف موقع هذه السيدة هذه السيدة أمو يعني النوع اللي يزعمها قادة لن تضبرت له على واحد من شجرة تهد البنات هذا وانا ما فهمش ما فهمش هذا النفس عندك ما هذا النفس وانت تضربة وانا ما هو ذلك أريد أن تدخل ذلك وانا ما سمحي وانا ما فهمش وانا ما فهمش وانا مفترضه وانا ما فهمش لماذا تضيعه مالح لقد قادت لها وانا ما فهمش ألعثي أن ألعق بجميع البنية لأن أصل على الشيطان وضعتك بزوجة وبعدها ñما أن تتأذكر لأن أكون في الطريقة بالنسبة لن أشرح أيضا، ألعب ألعب ألي أترك بها أتركت من أمو أوضحت بإمه و أعطيتها أصحبا في الأول قال أن تكلمتك في الصيحة أسألها سوف نتصور مع مرة لكي تتشاور معها قال انا نتشاور معها بلا ما انطلقها بحيث السيدة ركت بغيني و ديما كتموت عليها جانده واحد نار قال لشوفه بالنس انا راني هارفك ما كتقوليش بعد قبل من الشيء قلق اجرى بغيت نقول لك واحد لعضرا صافي قلبها كيستاح بحيث السيدة اركب فيها الخوف اركب فيها ديما كي يجي ديما كي تقول يجي ديما كي تحس بي قال لشوفه بالنس انا ربنا نقول لك واحد حاجة قلت له شنوه تفضل قال لشوف انا اركب عارفة انت هي عندك ديك المشكل باللي اركب ما كتولديش قال لها درام كتب الله يعني انا ما ندخلوش فيه قال لها غادق ايشاف وتقدويت راها قد ضيق في الوقت قال لها انا ارا الواليدة ارا شايفت لي واحد البنت ايه زي تكمن ارا قلت لي يا ابن عند زوجها وانت رأي لها كلمة امي كبيرة وانت رأي لها كلمة امها كبيرة اواق وقلت وانت زوجها وبانت رأي لها تعيش معهم يعني رأي لها تعيش معهم يعني ما تشتغ من مصروفه قال له الله ما س 살�قل لها انا رأي مرة كيف مكان تسوك تكتولي مرة ما تتقبلش وخدر هلها بززز ما تتقبلش انت تشوف غجيرين تكون غاجارتك يبقى يتحاضرون يدابدون ما تتحملها كتكون الروح بالروح من بعد ما تتحملها فما باله تجيب دراء وتسكنها معهم في الدار وهي قال لك يسافتع عند أمه عفوا عند أمه يسافتع عند أمه حيث كان عنده أمه واحد يبقى خاوي فهي تكون مرة أمه يعني هي تخذ دارها ويسافتع عند أمه مرة 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 أمه ويسافتع عند أمه ويسافتع عند أمه ومرة أمه ويسافتع عند أمه ويسافتع عند الخدمة يدوز عند مراته من بعد يمشي يقصر مع أمه هذا يرجع قال له إياه أنا خمس سنين وانا معك وانا كان نفصلها للدار وعلى ضوقي فتريت أجيب لي أمه وشكون هذي صغيرة مني وانا عارف هذي فمه يعني ركزت جوجها لك موك نهار الأول قال له إياه وراكزت جوجها لك وراكشين اللي ما تبعت عليه كنت تبعت لي كمعطي في هذه المشكين أنا تبعت الحب إياه فعلا أنا أساني أنا أريد أن أريك كثيرا ولكن أنت عارفها والطرف قلت له ما كانت شي مشكين شايفة مدت لها رياكسيون ما كانت شي حاجة قلعه قال له موافقة قلت له ما عند الميت ميدر قد مغسله صافي غسل كيف مما بغيتي شنو نديره مش هفرحانه وقل صافي تسيده ديره كتحبني شنو 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 مش هكيس بك مش هفرحان قلت له المهم كتحبني يومين يومين هيكت خطط شنو ندير له يعني على صبت صريحات دياله تدير له السم يقدر السم يعني ما يقدرش فيه داعش ترصتكت له هاشة تتغطى هاشة تتغطى كلا واخا تم جايكي تغطى ورطت السيت كي يسلق قطق لي الفريد قطق لي الفريد وضجة التجاج قطل في الكوز هنا حيدة الفريد من الزيت وتصوره أخوتي الطاوة الالمينيوم وعامرة بالزيت ويتكبها لجيت القرفادة وقامته الأعظم أنه يجبد لها وقامته 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 قامته قامته وقامته وسأخبرني ولم تصفتني عند أمك قامته وما أخبرني ما أقولكم ما أقول لكم هناك يخرب أبيته بأيديه وكأنه يزوج أكيد كثيرا وكأنه سيدي بغيتي أبداً على الأولاد أبداً على الأولاد أبداً على الأولاد ربحك لأولادك أجلبه صغير فهو لا يقوم بحير أجلبه بحير لأولادك رائع رماي هذا الشيء في الوراقي و كل شيء بالتطلع فيه و انت باش عرشيرا قال لك الطبيب يعني ما صبرتش 15 العام ما صبرتش 51 عام نقوله السيدة بقى صغيرة ما تحكم على الكتابة من غلافي استافد وقرأه استافد مزيحاً